السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صف سعد اليوم لدينا درسنا القسمة على كسر عشري القسمة على كسر عشري يعني يكون المقسوم عليه كسر عشري حتى نعرف طريقة القسمة على الكسر عشري إنه عند قسمة كسر عشري على كسر عشري آخر يجب تحويل المقسوم عليه إلى عدد صحيح هذا هو المقسوم عليه لازم نحوله إلى عدد صحيح رح نجي إلى فقرات أتعلم يريد صالح أن يقسم لوحا خشبيا طوله 1.2 من المتر إلى قطع طول كل منها صفر عدد صحيح 4.4 من المتر مع عدد القطع الناتجة طبعا من يطلب من عندي عدد القطع في السؤال نعرف إنه العملية قسمة رح نجي نشوف الطريقة حل القسمة على كسر عشري عندنا المثال حتى نجعل هذا المقسوم عليه عددا صحيحا 20 رح نحركه رح نحرك الفارزة بهذا الاتجاه إلى اليمين إلى أن نتخلص من الفارزة فرح تصير عدنا أربعة يعني نبدأ بالمقسوم عليه بعدين القسمة رح ننزلها إحنا إهنانا بعد الفارزة هي مرتبة واحدة حركنا الفارزة مرتبة واحدة إذن المقسوم أيضا نحرك مرتبة واحدة رح يصبح عدنا 12 نحرك الفارزة من المقسوم عليه حتى يصبح عددا صحيحا وكذلك نحرك المقسوم بنفس عدد المراتب يعني إحنا نحركنا هنا مرتبة هنا أيضا نحرك مرتبة واحدة أي إنه نضرب المقسوم عليه والمقسوم هنا في عشرة يعني إحنا من دا نحرك الفارزة إلى اليمين معناته دا نضرب الكسر العشري في عشرة وإحنا من نضرب في عشرة تتحرك الفارزة إلى اليمين مرتبة واحدة ونفس الحالة في المقسوم يعني إحنا ما نحرك فارزة في المقسوم عليه المقسوم أيضا نسوي نفس الحالة فرح يصبح عدنا 12 تقسيم أربعة الناتج يطلع عدنا 3 طبعا في هذا الفقرة أتعلم عدنا استعمال النماذج استعمال النماذج إحنا الخطوات نبينها إنه واحد أدد صحيح هو لوحة المئة هاي لوحة المئة نستعمل لوحة المئة لوحة المئة مقسمة إلى عشرة أقسام هذي أتمثل إنه الواحد صحيح بالنسبة للمقسوم زي الاثنين من العشرة شينية رح ناخذ هذا الجزئين هو هذا الاثنين من العشرة إذن أصبح عدنا واحد واثنين من العشرة تقسيم أربعة أربعة أعشار هذه هي نقسمها إلى أربعة أعشار رح نقسم هذه الأربعة أعشار يعني هذه الواحد واثنين من العشرة نقسمها إلى مجموعات كل مجموعة رح تحتوي على أربعة أجزاء إذن المجموعة الأولى بها أربعة أجزاء والثانية أيضا والثالثة أيضا رح نقسم المجموعات الثلاثة إذن هذا الناتج مالتها هو ثلاثة مثل ما طلعناها بالنسبة إلى هذه الطريقة زي رح ناخذ المثال الثاني صفحة تسعين صفر عدد صحيح فارزة صفر واثمانية من المئة تقسيم صفر عدد صحيح واثنين من العشرة عدنا هنا الفارزة بعدها مرتبة عشرية واحدة إذن رح نحركها مرتبة واحدة معناها هنا الضرب في عشرة كذلك في حالة المقسوم نحركها مرتبة واحدة فرح تصير هنا هذا الاتجاه هنا هنا فرح يكون صفر عدد صحيح فارزة اثنين هيكون اثنين والتقسيم ينزل وهاي حركنا الفارزة أيضا رح يصير صفر عدد صحيح ثمانية تقسيم اثنين رح نقسم قسمة طويلة مثل ما تعلمناها بالدرس الماضي إنه صفر تقسيم اثنين هو صفر وصلنا إلى الفارزة ترفع إلى الفارزة إلى الناتج وناخذ الثمانية ثمانية تقسيم اثنين هي أربعة أربعة في اثنين ثمانية ورح يطلع لنا الناتج هذا صفر عدد صحيح وأربعة رح نخليها هنا ناخذ المثال الثالث الآخر هنا نعدنا الفارزة أو الفاصلة العشرية إنه صفر عدد صحيح فاصلة ثلاثة من المئة هذا هو المقسوم عليه بفارزة شون نتخلص؟ نحرك الفارزة مرتبتين يعني هنا الضرب يكون في مئة إذن رح نحركها مرتبتين حتى نتخلص من الفارزة لأنه من تجي الفارزة هنا رح يصير ماء لها قيمة إذن نتخلص من عدها رح يصير ثلاثة المقسوم عليه أما المقسوم إش قد حركنه هنا مرتبتين هنا أيضا مرتبتين فنحركها هنا رح يصير ثلاثين فاصلة أربعة إذن المقسوم والمقسوم عليه يضرب في مئة شون نعرف إنه نضرب في مئة؟ من عدنا مرتبتين بعد الفارزة وش وقت في عشرة؟ نضربها في عشرة من عدنا مرتبة واحدة بعد الفارزة طبعا نعتمد على المقسوم عليه إحنا نصار عدنا قسمة طويلة كما أخذناها في الدرسة الماضي إنه 32.4 نقسمها على ثلاثة ورح يكون عدنا الناتج هو 10.8 نخليها هنا الخطوة الأولى نحرك الفارزة نتخلص من عدها من المقسوم عليه صارت ثلاثة تنزل القسمة هنا المقسوم أيضا تخرك الفارزة مثل ما حركناها هنا رح تخرك هنا أيضا مرتبتين رح تنزل هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الأخرى إنه إحنا رح نقسم ثم ننقل الناتج إلى القسمة الأفقية لإحنا قدنا المثال الآخر وهو المثال الرابع صفحة 90 351 تقسيم 2.7 من العشرة رح نتخلص من الفارزة هنا أنا مرتبة وحدة إذن هو ضرب في عشرة صار 27 إحنا من رح نضرب في عشرة 351 نضربها في عشرة كيف رح نصير؟ رح نضيف هنا أنا صفر لو نضرب هذا 351 في عشرة حيكون 3510 إذن نحرك الفارزة حصير 27 القسمة تنزل ورح نضيف صفر هنا رح نصير أدنى قسمة اعتيادية طويلة نقسم القسمة 3510 تقسيم 27 قسمة طويلة رح يكون عندنا الناتج هنا 130 ننقل الجواب الناتج هنا نخليه بالقسمة الأفقية مثال 5 قطع عداء مسافة 30.375 من الكيلومتر في 2.5 يعني 2.5 ساعة ما المسافة التي يقطعها في الساعة الواحدة قدنا في الساعة الواحدة إذن العملية هي قسمة رح ناخد هذا الكسر العشرين ونقسمها على 2.5 نتخلص من الفارزة بضربها في عشرة يعني رح نحركها بها لاتجاه مرتبة واحدة وهنانا أيضا رح نحركها مرتبة واحدة رح تكون هنا موقعها هذه خمسة وعشرين والقسمة والقسمة وهنانا الموقع الجديد رح يصير تتميئة وثلاثة فاصلة خمسة وسبعين صار عدنا قسمة قسمة كسر عشرة على عدد صحيح رح نقسمها بالقسمة الطويلة ورح يطلع لنا الناتج هو 12.15 رح نخلي جواب هنا كيلومتر المسافة التي يقطعها العداء في الساعة الواحدة وعندنا طبعا حل فقرات أحل